الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج هو وأصحاب الأفاضل للدعوة إلى دين الإسلام ويوما وبينما هم في سفر نمحوا أعرابيا من إحدى القبائل يسير على الطريق نفسه فلما صار عمى مقربة منهم اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله النبي الحبيب أين تريد؟ أي إلى أين تقصد؟ فأجابه الأعرابي إلى أهلي وكان نبينا المصطفى سنناه عليه وسلم يريد أن يعدي هذا الأعرابيا مشرك إلى دين الإسلام فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام للأعرابي هل نكى إلى خير؟ فقال ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فخرجت هذه الكلمات من فم النبي الأكرم كالدرر والجواهر فقال له الأعرابي هم من شاهد على ما تقول فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة بعيدة في أسفل الوادي وقال عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة فدعش الأعرابي عندما سمع أما الشجرة الجامدة الصماء ستشهد بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بإذن الله فتمانت وتحرنكت وتقنعت من مكانها على أثر النداء المبوي وسط استغراب الأعرابي ويقين الصحابة الكرام مما يجري صارت الشجرة تشق طريقها شقا نحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخد الأرض خد بجزورها بحيث كرام التراب يتماثر من أمامها لا يقف في وجه شيء حتى وقفت بين يدي المصفى سمناه عليه وسلم لما توقفت نزر إليها الأعرابي بظهول فقال نها رسول الله سمناه عليه وسلم من أنا يا شجرة فقالت بلغة عربية فصيحة أشهد أنك رسول الله والكن يسمعون ثم أعاد السؤال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فشهدت شهدتها أول مرة ثم قرر عليه الصلاة والسلام السؤال مرة ثالثة فأجابت كما في المرتين السابقتين إنها معجزة مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ شهدت الشجرة ونطقت تأييدا من الله تعانى له ثم رجعت إلى منبتها بإذن الله فظن رأى الأعلابي هذا المشهد العجيب علم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حق فتشهد قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال لرسول الله سنناه عليه وسلم سأعود إلى قومي ليدعوهم إلى الإسلام قال الأعلابي آتيك بهم وإن رجعت وحدي إليك وكنت معك فسبحان الله والحمد لله وصنناه يا سلم على سيدنا محمد الأمين